الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يارب تكونوا بخير وبصحة جيدة أولا نتكلم معكم نهاردة عن فيديو جميل والتلقاح مرة أو التلقاح مرتين وراء بعض امتى استعمل مرة امتى الخصوبة تكون ضعيفة في الزكور واحتاج إلى عدد تلقاحات أعلى أولا درجات الحرارة لما يكون فيه درجات حرارة عالية لجهاد الحرارة هي المسؤول عن ضعف الخصوبة في الزكور بالأقص طيب بتعمل ايه بتأثر على انتاج التستيريون إلى هيرمون الزكور اللي هو هيرمون الزكورة بما يؤدي إلى انخفاض في تركيز سكرة الفر promising في السائل المنوي اللي هو مصدر الطاقة للحيوانات المنوية من ما يؤدي إلى انخفاض تركيز الحيوانات المنوية أو بيخفض تركيز الحيوانات المنوية في الزكور النقطة اللي بعد كده بيبقى في زيادة عدد الحيوانات المنوية الميتة في الزكر عندك زيادة عدد الحيوانات المنوية المشوهة والشازة برضو ما بقى لك بقى ده كله يحصل الزكر ممتاز في التلقيح كانت نسبة الموجة بتصل الى 98.90% معها في الصيف بينزل من 50 الى 60% بينزل الى 50 او 60% ما بقى بقى بزكر اصلا اعلى خصوبة ليه 60% عشان كده تلقيحة الشتاء بيكون الحيوان جيد عكس ده كله طبعا مع ارنب جيد نوصي به بتلقيح مرتين في الصيف للوصول الى اعلى ايه الى اعلى تركيز من الحيوانات المنوية السليمة منزكر واحد بتلقيح مرة تكفي شتاء اذا الشتاء معا مع الزكور جيدة لا يحتاج الى تكرار ايه التلقيح في الشتاء ان القح مرة واحدة من الزكرة ثلاث مرات بس يعني كده خلاص يبقى انا لقحت صح الا ما في الصيف القح ثلاث مرات وفي خلال الساعة القح كمان ايه ثلاث مرات وكده اضمن ان الام دي هتجيب اه عدد اجلنا كويس وفي نفس الوقت هتأكد ان ايه التلقيحة كده ايه بلت يبقى كده اه يعني لا يحتاج الى تكرار التلقيحة في الشتاء لكن اقررها امتى بقى قلوم تلقيحتين في الصيف ايه واق سليم تغذية سليمة علاج سليم اهتعد معاك وتبقى مزبوطة صح ويا رب نكون وصلنا معلومة ليكم صح وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله